إذا متبعين الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم بلاغ من الدوان الملكي يتحدث عن مباحثات ما بين جلال الملك محمد السادس وكذلك رئي جمهورية نيجيريا الفيدرالية فيما يلي متبعين الكرام نص البلاغ الملكي الذي يقول أجرى صاحب الجلال الملك محمد السادس صلى الله عليه وآله اليوم مباحثات هاتفية مع فخامة السيد بولا أحمد رئي جمهورية نيجيريا الفيدرالية وتناولت هذه المباحثات الدينامية الإيجابية التي تشهد العلاقات التنائية خلال السنوات الماضية كما تناولت مشروع خط أمبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافع استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا وفي هذا السياق تفضل صاحب الجلال النصر الله بتوجيه دعوة إلى فخامة السيد بولا لرئي جمهورية نيجيريا الفيدرالية للقيام بزيارة رسمية للمغرب سوف يتم تحديد وتواريخها عبر القنوات الدبلوماسية إذا متبعين الكرام مباحثات ما بين جلال الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا تمحورات حول أمبوب الغاز المغربي النيجيري الذي وصل لمرحلة جد متقدمة المسألة للدراسات على ما أظن انتهت وصلنا اليوم لمرحلة البناء وكانت هناك تصريحات رسمية قبل أسابيع تقول على أن بداية بناء الأمبوب ستكون هذا السنة 2024 بدل 2026 ما يعني على أن الأشغال المتقدمة أكبر وأكثر مما كان متوقعا ومما كان مخططا له ما يعني على أن البناء سيكون مبكر ما يعني على أن الأشغال جد وجد متقدمة فيما يتعلق بهذا المشروع هذا المباحثات متبعين الكرام وكذلك توجيه زيارة للرئيس النيجيري لكي يقوم بزيارة إلى المغرب الزيارة والتي مجدداً ستجعل نظام حضارة الجزائر يدخل في نوبة من السعار تخيلوا معي فقط هذه المباحثات الهاتفية ستجعل نظام حضارة الجزائر مجدداً ينضي يجري ويدير ويفعل ويصرف الفلوس ويحاول على أنه يشوش على هذا المشروع دي الأمبوب الغاز المغربي النيجيري كما حاول منذ البداية على أنه يشوش على هذا المشروع لكنه فشل فشلاً ذريعاً أكثر من ذلك متابعين الكرام ذلك المشروع الفنكوشي لكن يحاول نظام حضارة الجزائر على أنه يقوم به مع نيجيريا في محاولة لمنافسة المشروع المغربي باء بالفشل بسبب الإنقلاب في النيجير وبسبب توتر العلاقات ما بين النيجير وحضارة الجزائر لأن هذا المشروع من المفترض أنه كان خصيدوز من النيجير أكثر من ذلك خصيدوز من مناطق متوترة من مناطق تسيطر عليها جماعات متطرفة جماعات إرهابية جماعات إجرامية وبالتالي حتى المستثمرين اللي كان نظام حضارة الجزائر معول عليهم باش يستثمروا في هذا المشروع مشاوه هربوا من بينهم شركات صينية كانت تعول على الاستثمار في هذا المشروع لكن انسحبت بسبب أن هذا المشروع ليس له مستقبل بهذا المعنى إذا متابعين الكرام زيارة مرتقبة للرئيس النيجيري مباحثة حول مشروع أمبو بالغاز كل هذه المؤشرات تقول على أن هذا المشروع داهب نحو الطريقة الصحيح خصوصا كذلك الدعم الكبير الذي تلقاه هذا المشروع من دول غرب إفريقيا لأن هذا المشروع لا ستستفيد منه المغرب فقط ونيجيريا فقط وإنما جميع دول غرب إفريقيا سوف تستفيدوا من هذا المشروع وهذا المشروع سنجح لأنه لديه دعم ويحظى بإشادة دول غرب إفريقيا وبالتالي هذا المشروع داهب للنجاح عكس المحاولات البائسة واليائسة دين نظام حضرات الجزائر لكي يحاول أنه يقوم بها من أجل عرقلت هذا المشروع والتي باءت بالفشل في كل الأحوال لكن المضحك في الموضوع هو أن هذه المباحثة التي جرت اليوم ما بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس دين نيجيريا ستجعل نظام حضرات الجزائر مجددا يحاول يصرف من أموال من أجل التشويش على هذه العلاقات خصوصا أن نيجيريا في السابق كانت تدعم مرتزقة البوليزاريو واليوم لا حصة ولا خبر على مرتزقة البوليزاريو بل أكثر من ذلك في الأمور الرسمية دي لدولة نيجيريا نجدهم يعترفون بمغربية الصحراء لأنه في نهاية المطاف هذا المشروع دي الأنبوب الغاز المغربي النيجيري سوف يمر من الصحراء المغربية وهذه المسألة التي تصيب نظام حضرات الجزائر بجلطة دماغية والتي تخليه على أنه يحاول يقوم بالتشويش على هذا المشروع بكل السبول وبكل الطرق في نهاية المطاف يفشل دائما متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر